أصدر رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة صالح الشيخ القرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه هو الشريعة العامة لهم ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك